يوصل مهرجان العالمين في نسخته الثانية تقديم فقراته للمشاركين بتنظيم ألعاب ترفيهية شاركت فيها كافة الفئة العمرية استطاع مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية أن يجمع بين جميع الأزواق الرياضية والثقافية والترفيهية والفنية مع استمرار الحفلات الغنائية والعروض المصرحية والتمثيلية ألعاب ثنائية وجماعية أرضية وشاطئية جمعها وحركها للاتحاد المصري للألعاب الترفيهية لتكون جزءا من مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية بمشاركة أكثر من 700 لاعب بمختلف الألعاب التي تنوعت بين شعبية وأجنبية وشارك فيها شتى الفئات العمرية الاتحاد متواجد فيه أكثر من بطولة متواجدة حوالي بيتضم حوالي 800 لعيب إحنا عندنا النهوذة بطولة الطاولة دي بطولة الاختيارة على ناصر المنتخب مصر اللي مشارك في بطولة كاس العالم عندنا بطولة دومنا دي الاختيارة على ناصر المنتخب مصر اللي مشارك في بطولة العالم للدومنا عندنا لعبة الكوفبول الاختيارة على ناصر المنتخب مصر اللي مشارك في بطولة هولندا الدولية عندنا بطولة الواكت للنقبة لأحسن 32 لعيب بوقت على مستوى مصر دي كلها طبعا بطلات قوية جدا تليق بمنطقة زي منطقة العالمين اتحاد المصر لعب الترفيه النهاردة عامل إيفنت ومهرجان جميل جدا هذا الاتحاد متضمن أكثر من نشاط ولعبة حوالي 8 ألعاب النهاردة مشارك تقريبا بأربع أو ست ألعاب من الأنشاطة بتاعته الطاولة والدومينو والكورف بول والفوت فولي واللعب تركي يتميز جزء من الألعاب مثل الطاولة والدومينو بأنها ذات طابع محلي شعبي لا يخلو الشارع المصري من محبيها ولاعبيها يوميا لكنها بمهرجان العالمين الجديدة أخذت طابعا دوليا بقوانين قد تختلف وتتفق مع اللعب التقليدي بلعب في طاولة عادة وفي 31 وفي محبوسة بس اللي هو متبع حاليا دلوقتي اللي يتبع الاتحاد الدولي اللي هي الطاولة العادة في الوقت الحاليين بلعب طاولة العادة اللي هي بتأهلنا لبطولة العالم بلعب طاولة من زمان بصراحة وعلى مواقع بتاعت الاتحاد الدولي والاتحاد الإنجليزي والاتحاد الأمريكي فإن الاتحاد المصري عملنا بطولة طرفيهية بصراحة وجابنا العالمين هنا دي حاجة بصراحة إحنا مبسوطين بيها جدا إحنا وبقى الزمل اللعيبة أما الألعاب الشاطئية فتنوعت بين الراكد الثنائي والجماعي فضلا عن ألعاب شاطئية جديدة مثل الكورف بول التي تشبه لعبة كرة السلة وكرة اليد مجتمعين وتجمع بين الذكور والإناث في آن واحد إحنا فريق راكد المصري بقيادة كابتن محمد مندور إحنا النهاردة مستمتعين جدا بالأجواء والتنظيم في البطولة النهاردة وإن شاء الله نتمنى أن نحن نحقق مراكز بإذن الله وننفوذ النهاردة ونظهر بمظهر مشرف إن شاء الله والبطولة لذيذة عشت وكده تجربة جديدة يعني أحسن من الملاعب وكده تجربة لذيذة والعالمين أجواء لذيذة والتنظيم كويس قوي الجو بصراحة ما شاء الله جو جميل جدا إحنا بنلعب لعبة راكد تمام وده تاني مهرجان إحنا نيجي هنا في العالمين وبصراحة يعني حاجة كويسة جدا وحاجة فوق المستوى بصراحة ودي مش أول مرة أشارك في العالمين دي تاني مرة التنظيم تمام مش أي مشكلة فيه والتنظيم كويس وكل حاجة طبعا محمد الله وبهذا استطاع مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية أن يجمع بين جميع الأذواق الرياضية، الثقافية، الترفيهية والفنية مع استمرار الحفلات الغنائية والعروض المصرحية والتمثيلية كريم بيبرس، التلفزيون المصري